على صعيد آخر لبناني كشف تقرير استقصائي عن عملية احتيال نفذها حزب الله داخل بيئته عبر قيادي في الحزب تمكن من نصب أربعة ملايين دولار في منطقة بعلبك الهرمل من الأهالي كيف حصل ذلك دعونا نتابع التفاصيل كما في أزمتي الدواء والكهرباء كذلك في أزمة الدولار ميليشيا حزب الله جاهزة أبدا للاتجار بمعاناة اللبنانيين وبين الدولار السوق السوداء ومنصة صيرفة ميدان فساد جديد وضحاياه من عائلات بيئة الميليشيا في بلدات النبيشيد شمستار بريتال اللبوة بدنايل وعلي النهري موقع ليبانون توكس كشف نقياديين في الميليشيا يأخذون الأموال من أقاربهم في تلك البلدات لاستثمارها في فارق الصرف بين السوق السوداء والمنصة وذلك بعد أن يهمونهم بأن الأموال محفوظة وبمعرفة وموافقة قيادة البليشيا الأموال المنصوبة حتى اليوم يقدرها الموقع بقرابة الأربعة ملايين دولار ويحكى في أوساط الأهالي أن الجنات يتحصنون بفتاوى مما يعرف بقضاء الميليشيا وتنص هذه الفتوى على أنه طالما لا توجد مستندات تثبت أن أحدا له حق في ذمتكم فلا يحق لأحد بمطالبتكم هنا علماء أن أصحاب الحق اشتكوا أمام ذلك القضاء وطالبوا بلقاء المسؤول هاشم صفي الدين كما وقعوا على شكوى مكتوبة رفعوها إلى زعيم الميليشيا حسن نصر الله إلا أنهم لم يتلقوا أي رد موقع ليبانون توكس ذكر أن المتورطين في تلك الجريمة المالية هم قياديون فيما يعرف بالوحدة الصاروخية في الميليشيا وعرف منهم مروان عوني عيسى من بلدة بزيزة قضاء الكورة موليد 1982 وعيسى هذا وفق أحد مصادر الموقع هو موجود في بلدته بحماية الحاج حسين الملقب بأبو مهدي وهو وفق مصطلحات الميليشيا مسؤول البقعة أي المسؤول العسكري في منطقة معينة ولكن مصدر آخر أفاد أيضا لليبانون توكس بأن عيسى المذكور هو قيد الإقامة الجبرية في بلدته بغية منعه من الكلام خوفا من الكشف عن باقي متورطين معه في صفوف الميليشيا مصدر ثالث أيضا يؤكد للموقع وجوده في بلدته ولكن برفقة مسلحين أغراب يتم تبديلهم بشكل دوري هنا تمت رواية عن حضور أكثر من مجموعة بقاعية إلى بلدة عيسى لمطالبته بالأموال آخرها قدم يوم الثلاثاء الفائت حيث وقع اشتباك بالأيدي كادا يتحول إلى مسلح وكان رد عيسى بأنهم لا يملكون أي أوراق تثبت صحة ادعاءتهم المتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر